حبيبي 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 يا روحي يا روحي يا ميما ونو بلدي يا صباح الأنوار والصلاة والسلام على النبي المختار ألف صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله مرحبا بكم والناس الكلة ان شاء الله تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين فيديو جديد صديقاتي اليوم برشة تصنيف برشة نشاط وحيوية فهم برشة جرشيفات نعملين وصفات حلوة اليوم بش نشيخكم بش نتللكم بالوصفات بش نعمل لكم صوص الشوكولات الي ديما تسألوني عليه بطريقة ساهلة اقتصادية بمكونات بريسك معناتها متوفرة عند الناس الكل ان شاء الله تشوفوها معايا اليوم معها العصير عصير روحة الحصير ديما نحب نقدم شنوه بشن طيب تعرفوه من اللول المهم نهير هكا كله حركة وان شاء الله في الحركة بركة بديت معا بونتق و لوزا عصيفي راتي ديما تسألوني على عصيفي راتي تقولولوه مينو مينو هم معانا هوا بحدانا موي طلعت حكايتها فارغة يا لبنات و لوزا يعني نحتفل لها هاي الكيكة اللي عملت هاليوم بش نشاركها معاكم كيكة الشوكولات حشرة وعبرشة و اللي حاصيلو بعد ما بيضت وكل بيضات متاحة كسرتو ما قاعدو لهيش حتش هيولي تخرجتها كانت متتحركش البريود اللي فاتت الكل توا خرجناها شوفوا هدايا اللي جاتو نودكم ولا نشاهيكم وشالله قسمكم في الجنة وهاني بش نعطيكم توا توا بقدرة ربي الوصفة هاكم معايا وتفرجوا واعطوني جربوا واعطوني رايكم اما نأكدلكم اللي راني ديما نعطيكم هكا ننصيحها من الروح للروح ديما نحب نجيكم بالحاجات لبنان بش تفرحوا بها عيلاتكم وصغيراتكم وكيما نعملها انا وجيني به ينودكم كم بالخير بحول الله هنا هاني مزينتها بشوية فاكي هكا من فوق الحسين ونبدو على بركة الله توا التحضير متاع القاتون متاعنا هنا جبتم معي ناتي بش نبدأ اصفها يمتاعي هداك او الغربال الحاجة اللي تصفوا بها الفارينة ضروري برشا اللي بنات في الجاتو راكم تغربلوه متحطوش الفارينة هكا كي يلزم ديما بش تيكم ان جاتو متاعكم هشوش شووش نستحق هنا بش نستحق للفارينة الفارينة متاعي بش نزوز كيسان زوز كيسان فارينة الكاس متاعي تقريبا ميتين جرام فما اخوات ديما يسألوني يجولو يفاتن شنية نوعية الفارينة اللي تستعملها فخي فارينة مرتبات ولا فارينة عادية انا راني استعمل اي فارينة عندي فارينة عادية مرتبات اللي هو وتصلح راهي مع الجاتو ما فماش حاجة معينة تنجمو حتى الفارينة الصبة تستعملوها اللي تبدأ بالوزن يعني بالكيلو كله وجيكم به هنا جبت الكاكاو بش ناخذ ثلاثة مغارفة متاع اكل كاكاو نحطوهم على الفارينة هذيكة هنا بش نخلط الحاجات البودر مع بعضهم سهلة مفاحت شي ثلاثة يعني انت شنوها تستهلكي هنا تنجمي تاخذي صاشي بمية جرام كاكاو مش مكلفة برشا يعني وهناي عندي السكر السكر اللي بدأت قلتولي نقصي الحلاوة نقصي ما تعنيش سكر برشا في الميك لا يفاتن راهو ديما توقل كله مش نحبط لكم وصفها السكر بش نقول لكم راهو السكر ما عادش يحلي منيش عارفة عليش هنا بش نستعمل نص كاس ما كم تحبوا حاشا مش حلوه رايبش ديكم مش حلوه مش حلوه استعملوا نص كاس يعني بما يوعاد المية جرام سكر نخلطهم مع بعضهم بالجداء وبش نزيدهم طبيعي جدا اي كيكة نعملها نحط لكم فيها الكريم باتسير اما هنا الكريم متاعي لبنات راهي جو متاحها شوكولات كما نعمل مثلا جاتو الفاني نعمل معها الجو فاني وهنا صديقتي استعملت الكريم جو شوكولات هنا بعد ما خلطتها كله فارينا والكاكاو والكريم باتسير والسكر مش نزيدهم زوز اكياس متاع خميرة كيميائية خميرة المرتبات الوزن متاع الباكو فيها 10-11 جرام تعملوا زوز باكوات تحبوها جيكو مهشوشة وعالية تعملوا لها زوز اكياس متاع خميرة كيميائية هنا بش نخلطهم معهم زادة كل شي خلطتوا مع بعضهم مع متاع الحاجات البودر نخلطهم بالجداء حتى تجانس هيك المكونات مع بعضها هذه كنت اذكروا هيك اللي تبدأ حاضرة لبنات يعملوها كيكا جسد يزيدوها من بعض العظم يزيدوها السوائل حتى انا هيك كيكا هذي كاللي تتباع في الباكوات انا نعملها في الدار بنفس الطريقة هنا عندي الحليب بش نستعمل الحليب شوفوا لبنات راني نبدأ نتحرك معاكم في الكوجينا كيما نخلي هيكا شوية مش جسد الوصاقه والتحريكة زادا نحب تعيشوها معايا عندي العظم حطيت ثلاثة بيضات هنا ماذا بيكم البيض يكون بحرارة الغرفة يعني ما يكونش بارد يكون معتدل معنا ده نخلطهم هذوها معاك كاس حليب انا بش نحط السوائل الكلة مع بعضها ما يضرش اللبنات كي تحطوا السوائل مع بعضها تجمو حتى تخلطوا معاهم السكر زادا عادي ما يضرش هنا حطيت كاس حليب بش نستحق زادا نصف كاس زيت الكيلة هي بيدها الكاس اللي نكايل به الفارينو باي حاجة نكايل به نفسه هو الحليب والزيت والسوائل الكلة ده بش نخلطهم بالاجداء مع بعضهم اما بش نزيدهم سكر فانيليا عادي وسكر فانيليا بيتعمل الزهر دي ما راهوا سكر فانيليا بيتعمل الزهر ما يخطنيش في الكيكات متاعي اي كيكة نحط فيها سكر فانيليا بيتعمل الزهر هكاكة نحيلي اعزكم الله الزفارة اللي هي ما هيش محبذة عند الناس الكلة شوفوا لبنات بالنسبة للتخليط متاعنا هنا راهوا تستحق لكم تخلطوها حتى مدد دقيقتين او ثلاثة دقائق بر اذا عندكم مضرب الكهربائي ولا هكاكة تخلطو بي وايلا كيفيان اعملت بي الركض هذي اليدوية نخلطوهم بالكداي زي ما عندك العظمة ديكة تتحل بالكداي ونصبو لهم كتير خل شفتو بشتولو اصيانات نقولو نحر بشتولو بروفيسيونال في القاتو شوكولات من هنا معالش هكا تحيرو فيها كيفيان مش تحطوها وخاصة انو صغار يحبوا حاجة اسمها شوكولات اعملونهم الكاكاوات دي توازي نعطيكم الصوس شوكولات كيفيان تتخلطو ديكم طيارة من غير ما تستحقو مش تاخدو شوكولات من بره هنا لبنات نخلطها بالكدايزة ده المكونات هذي مع بعضها جبت هكا البودر اللي خلطو وجبت السائل السوائل خلطو ونزوز مع بعضهم باش نركضهم بالكداي بالكداي وهكا كاكا نتحصل على خالية متاع الكاكا وباش نحطو معلتها في القالب متاع ابنيت تعرفو نحس روحي ساعات كي نبدأ نقدمو كأني نقدم في برنامج خاصة في الوصفات قولولي بالحق ولا لا هاني هارهارة نعمل جو كي نبدأ نحبها خدمتي نحبها الحاجة اللي نعمل فيها المهم هنا عندي طبق هدايا باش نقص ورق الزبدة ندورو هكاكا دي ما نجلب بالطبق باش يعطيني الدورة الصحيحة بديعو ونعمل فيها شوية زبدة باش يشد زبدة نحطها في الطبق باش يشد للورق الزبدة نحطها في الطبق باش يشد للورق هنا ندور فيها على الطبق كله سهلة مهلة ما تكثروش الزبدة برشا بش ما تتحرج لكمش ما تشد لكمش اللي جاتوا من اللوتات زيت برشا هنا بش نحط نغسل يديا ونرجع نحط الخليط امتاعي ده في هل الطبق هديا وما تستغربوش يا لبنات اللي الخليط امتاعي ما هوش سائل سائل راهو الخليط يلزم يكون عاقد شوية ملموم شوية الكيكا متاع الشوكولات ما تكونش ماء راه تكون شاده روحا باك الكاكاو باك الفارينة المهم هنا بش نجيب سباتيول ونبدأ نهبط في البقية تعرفوني عرفتوا علي اللي تتبعوا فيها كل اللي ما نخليش نكرم النعمة جالك اكرم النعمة تكرمك فانا ما نخليش فيها هات شي الامل ما نفقدوش الاخر لحظة وانا ما نشم ايسا من الكسارونة وإلا الطنجرة اللي عندي هنا بش نحلها توالستوها مع بعضها مش بالضرورة نستعمل مغارفة عادي جدا حتى نحركها محنتها هي سائل تتحركوها تشد روحا هنا بش نحطها في الفرن على 150 درجة شوفوا انا راني ديما نحط على 150 درجة سخنوا الفرن متاعكم قبل ما تحطوا فيه الجاتو خرجة الجاتو متاعي شوفوا منظرها يشهي ولو تعرفوا الطعن يا لبنات نودكم ولا شاهيكم ومشاء الله قسمكم في الجنة بس اسهل منها ما فهماش شوفوا توها كيفاش بش نجلبها وكيفاش بش تخرج لا شدتلي ولا تحرجتلي ولا حد شي او مبعد بش نوري هيكم خليني ساعة توها نكمل معاكم السوس الشوكولات ومبعد كنا نبدأ زي انتو تشوفوها هنا السوس الشوكولات راهي مفهماش ما اسهل منها يا لبريت بورش ديما كانت قبل جنيفة عملتي السوس شوكولات ما ورتيناش ورنا الطريق خبيت بش ننزن لكم عنت بش نكايل لكم بالكاس ثلاثة مغارف ماكلة كاكاو وإلا إذا الكاس بتاعكم مئتين جرام بتاخدو شطر كاس وحنا بش ناخذ حليب بارد بارد ما هو شو تخون كاس حليب بش نصبو على هك الكاكاو هاي ذاك يعني عليش صبيت الحليب بارد بش يتحلي الكاكاو بالاقدام ويعمل هي شكل كعابر خطر بش نحلو كله في البارد هذي المكونات هذي هنا لبنات بش نزيد عليهم كاس سكر شوفوا راي مجيش حلوة راني كي نقول لكم كاس ولا حاشا صدقوني لبنات راول مضاق انا انا ضجتها انا انا عرفها تنجمو تعملو كاس الا 4 كاس الا 4 سكر بما يعدل 150 جرام اعملو 150 جرام سكر بش نزيد عليهم اربع كاس ماء يعني انا الكيلة اللي تكايلوا بها هي نفسها حتى في الصوت شوكولات بش نزيد معاهم الفارينة بش نقول لي فارينة ولا انشاء لا انا بش نزيد فارينة هنا زوزم غارة في فارينة بش رد هيكو مع صيدة لبنات تو مما صدقوني راهي روعة بنينة ياسر نحركهم تواذو بش نخلطهم مع بعضهم حتى لين هاك المكونات هذيكة تجانس مع بعضها وتنحلي من هاك الكراكيب ما يزمش تقعد فيها كراكيب يزمها تكون سيلة مش كي نحطها عالجاز تطيب سلة سلة وكأنها كريمة كما الكريمة اللي طيبوها كريم باتسير نفسها حتى ذي عري نفس القوام نحاول ديما لبنات في وصفاتي تكون وصفاتي ما هيش مكلفة نحب ديما نعطيكم حاجات اقتصادية وبنينة في نفس الوقت ومنظرها مزيان وهي باقل تكلفة المهم هنا بعد ما خلطها بالجداب شو نحطها عالجاز ونبدأ نحرك 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 وهي نحكو عالراتب الشهري وهي نحكو عالراتب الشهري وعلى الجو وعلى طلبات زوجي ايا تسيدك من تسيدك المهم وشيحكيكم حكايات تقولوا يفاتنا الحياة الخاصة والحياة تحكوا في حياتكم الخاصة ايه محلاها الواحد يشارك تجربته للناس وينفع الناس ويحلم الناس اللي بالبساطة ينجم يعيشوا سعداء هي راهي كلها حكاية بارتاج نحنا قاعدين في بارتاج وانا برسونال مون قاعدا بارتاجي نشارككم وحياتي اليومية اللي ما فيها حتى عيب معنات هنا ما نعملش في العيب انا انساني جاي ونقول للناس هاو كدش نعيش ورقبتنجم وتعيش وكيف يبحلكم يعني تبعو من والي ما نيش انا راني استاروه الا اللي ما نغلطش لا لا راني بشر نغلط ونصيب هنا صوصها ويني بزيز التعقاد المهم لبنات اينا حكيكم شوفوا انا راجلي موظف بخصوه بالشهر كيجي رص الشهر وشنا حكيكوه البس انا ندلل راجلي هو يدللني هو يعطيني الشهرية واينا الشهرية اول حاجة نبى نبى حاجة حلوة ونقول يا ربي بارك فيها شهريتي انا يعني ندع القضية ومتعكم شي فنعمل حاجات في الدار بنين نطيبهم ونشيخوا عليهم ما كتب من ربي ناخذ حاجة هكا ساعات عشاي من الشارع ولا حاجة تولي الظروف اللي نحنا فيها لخروج لا فخيرت اني كل شي نعمله في الدار نعمل جو وهو اشتاء القطو الشوكولات وانا نعمله بنين ياسر فعملته له في اخر ما تحضر الكريمة هنا للصوص سمحوني نحط عليها مغرفة كبيرة زبدة مغرفة كنتع اكل زبدة شوفوا المنظر المتاحة جربوها وبالله يعطوني رأيكم كيما كل مرة المهم صديقاتي فكيما قلت لكم يعني ايجي يعطيني هكا الشهرية بولي هيا فتنن ها هو وصرفك ها شنوش رصرفي على الدار نمشي عدلة نجري نشري قزوز نعمل نشري بيزا ديما رو في رس الشهر نحب نشري بيزا وشوكولات وقزوز من حياة بابا يا رحمة نحب الحاجات هذه وكنت قبل بابا كان يجيب لي البنان وليح كي تليك المهم الله يرحمه نعم ويرحم والديك فسبحان الله رواءنا اللي تربيت عليه في دارنا جيت بيه الدراج يعني العيشة اللي عشتها في دارنا عاودتها نحب نعيشها في الدراج دي فنمشي هنا ناخذ والكل حاصيله هنا مازلت سخونة شدتلي في الورقة شوي انا راح يشوفوا منظر روعة المهم فكي نحب نفرح اللي يعطيه لي ربي والقسم هذاك ونعم منه جلك الانسان يلزم ربك يعطيه نعمة بانة عليه فانا ندلل روحي وندلل راجل ونشوف طلباتهم ونقول لها شنو شاهي الليل عشاء شنو نعمله شنو نطيبه شنو ناخذهم بره فبالبسيط باللي يكتب من ربي نعيشه أسعد الناس راح ومش معنى تحقينه روني هكا من الطبقة البرجوازي انا انسانة من الطبقة المتوسطة اللي يتيش الحياة كل يوم هكا تعمل جو بلي يكتب من ربي بلي عندها في الدار نعرف نعيش نحب نقول لكم راح ومش بالضرورة تكون عندكم برشة فلوس مش تكونوا سعادة لأ راكم تنجموا بلي عندكم تعرفوا تصنعوا سعادتكم هنا لبنية صبيت الصوس شكولابا ديكا على الجاتوب بتعيش وكيفاش حابطة قلتولي هكذا يسيبورو من ينا خذيتي ولا ينا خذيتي يا لبنية راني جيت الراجل جيت وعانتو يمكن هو هو ماشي في بلو ودعم ما شو كيخذيه قبل خذيه بيشي شوي عليه ولا نعرش عليه المهم فاصلوح لي نفل حلو امرو ما كانش رو منذكري هو ما ياخذ ما قبل أنا ما ياخذ كان يقلبو بالعكس يعمل عليها صلاطة ولا حاجة المهم جو سحبت نقول لكم فالبنية هذي هي يعني الراتب الشهري كيفاش نفرح بي جيني جيني شهرية نشيخ بيها ونحمد ربنا ونشكره على فضله وربي ديمها نعمة ويحفظها من الدوال وربي يرزق كل محروم وربي يحنننا على بعضنا ويا ربي لا تحرم بشر وربي يعطي القسم للناس أجمعين ببساطة نعيش باللي كاتب من ربي نعمل جو ونقول لكم هذا هو اللي نحب نقول لكم خاطر مشكلتنا نحن في الدنيا دي ديما نخذ روشكم خير منه شنو وهي تيك وكيفاش عايش وكده ليه ليه رهو انت كبشر تنجم بالامكانيات اللي عندك توفر على جد امكانياتك توفر حاجياتك بأسهل بأبسط الطرق مش صعبهش على روحك ولا تحب تعيش حاول تعيش بالمستوى اللي انت فيه تسعد نفسك مش بالضرورة انا اشوفه رهب الكل توفش نزين هذي كبن فوق انا شنعطيكم مثل رهب الكل فيها اربع جيل وتوصل فما نوع مئة مليون وفما نوع بعشرين شفت وزوزي وسط ورهم في لخ الفرق كان رفاه انا النجم بعشرين نوصل مش بالضرورة بأكل مياه ما حاشيش انا رفاه ندعي في البساطة يعني فننصحكم والله راهي القناعة روريتوا عليش اللطف نحن معاش مستطعمين الدنيا على خطر ما عادش قنوعين ما عادش مستحمدين نستغفر الله رب يعني ولت الناس ما عادش ماذا بها على ماء اكثر ماذا بها كيما غيرها ماذا بها شنو الاحسن وانسينا راحة البال وانسينا السطرة وانسينا اهم حاجة الصحة ربي متعنا ويمتعكم في الصحة لبدان هنا لبنات الصص حضرت وصبيتها وقديتها وذي كبش نزينها بشوية فاكية تشوفوها في الاخر وانا جاعدة وانا هكا عاملة جو في السطحية هنا حضرت معاكم العصير وصلنا للعصير العصير مفهمش مقابن منه عندي كعبات بورتغين شديت عصارتهم ما حبيتش نشبد العصارة تعل بورتغين عليش مش بنغسل هاش خطر عندي كوم معون والله اخصلت كل ملمن منتج تو كل شي خليت وبيت الكوجينا تشعش علي المهم هناك عبتين بورتغين مش عطيكم الكمية اللي أنا عملتها نحكي لكم علي هنا خذت كما قلت لكم الكيس هداية بش نشد عملت جزر حطيته في الماء قصيته وحطيته في الماء يغلي عملت سيقونس ما نعرش عليها ونمشت حطيته في الماء يغلي ومبعدين صفيته وحطيته في المكسر هداية بش نحط معه زوز جبن العصير متاعي حطيت الجزر وجبن عملت أربع كاملت جزر صغار مهمش كبار وعملت زوز طوبع جبن وحطيت هنا الكيس متاع العصير عصير البرتقال وبش نصفيه خاطر فيه هاك الغلوب متاعه وبش نحط معه هي لبنات توا الحليب الحليب هنا بش نستعمل زوز كيسان شوفوا تنجمو تعملوه راهو جاري برشا ونجمو عقد شوية يعني انتو ما تتحكموا في القوام والعصير الهناس تعمل زوز كيسان حليب نجمو تعملو النص لترا اكتر شاي معناتها بش مجيكم ميغيب ش الطعم متاع الغلق به توش مش نزيد بش نزيد هنا كعبة يغورت كعبة اليغورت هي بيطعم الخوخ ولا بيطعم المشماش نجمو المشماش وإلا الخوخ زوز يجيكم بنين برشا يعني يبدو خلط ابريكو باش وإلا ابريكو واحد اللي هو المشماش مش نصبها مع هالحليب وهالسوائل هذية دي جاه الريحة لبنات بدت تتفحفح من دو هنا شوفوا حتى كعبة اليغورت ما سلمتش مني هنصب في كعبة اليغورت كعبة يغورت الا السكر كيلت بكعبة اليغورت يعني السكر امتي هنا بش نكمل نفرخهم الكل ومجايش حلو برشا رو عادي حلات ومتوسطة بش نحط نرحيهم بلقدان خليها تترحالي بلقدان بلقدان الله هي البنات على ما يجي بنين هالعصير هذية نشربو حتى قبل ما نكمل مع هالت تحضير هات ومتصور رو برشا يعرفوه معنا العصير هذية متاع سفناريا هو يتسمى كما نقول نحن عصير الدنوو مش بعيد ياسر على طعم الدنوو هنا عندي الدبوز هذية بش نصبصها نحط في الفرجدار يزي نحب بارد يبدأ بارد وكي بش نستعمل ها الحصير وكي قلت لكم راه يبريس ك عصير الكمية اللي عملت هان مع ما تنسوش حطيت الياغورت وحطيت العصير ان تعال بورد كان فاجتني تقريبا لتر مع كزوز كسان حليب هنا بش نحط ها في الفرجدار ونخليها تبرد ونطلحها معاها يتوق عايدة في الصح يالبنية نمد كون ونشهيكم نهز الكسان وكجو ذاك الكواب بليتو راني من البساطة أصنع السهد كنشوف الصندويتشات متاعية لبنية جتني أفكار وعملت حاجات مشاء الله نشاركها معاكم لما حاله هول فيديو طويل بش نحاول قلولي كنتحب ونحاول وننقص الفيديو متاع نتوق نعود النقص هذي هي قطور شوكولاني زينتها شوية بالفاكية من فوق هذي قاعدتنا يا صديقاتي نودكم ونشاهدكم لها مع صفراتي قاعدين عامين جو وطلعت بندق ولوزة انسيمة تهبل ناكل في القطور عشوتي كيف ما هي نستحمد في ربي ونشكر في فضله وعلى ربي وسح علينا دنيا واخرى نشوف في وجه ربي نقول لنا نخرج ونشوف السماه ونبعد في الصفح صدقوني يا لبنات عندي بالدنيا لعدم فتش على خروج لحد شي نوصيكم نصحفظوا على رواحكم نصحفظوا على عائراتكم وشالله ربي يبقى علينا وعليكم الستر وشالله ربي يرفع علينا البلاء والوباء ونرجع عن الخرجاتي ودخلاتي ونشارككم ونشارككم جوي وجولاتي الحاصيل وصديقاتي دو ما بقى لي كم بش نقولكم في أمان الله وفي حفظ ربي ورعايته ونتقابله إن شاء الله في فيديو جديد إذا ربي يعطاني الصحة والعمر والوقت في أمان الله